موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وصلت على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا والسبق بها نسله مقتهارا وقسرا وحث على النكاح السحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطيم وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم دي إحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني وأحبابي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار في آخر اللقاء قدره الله عز وجل بيننا كان الحديث عن مشكلة الغضب التي تدور ما بين الأزواج والزوجات وقل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب بعض أصحابه الوصية قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب فلما كرر على نصح صلى النفس الوصية قال لا تغضب وفي الثالثة قال لا تغضب خارج الصحيحين فإذا بالغضب جمع الشر كله لأن الغضب يؤدي إلى أمراض القلوب ويؤدي إلى أمراض اللسان ويؤدي إلى الأمراض الظاهرة وإلى الأمراض الباطنة ويؤدي إلى مشاكل كثرة جدا تكلمنا عنها في اللقاءات الفائتة وابتدانا من اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل الحديث عن العلاج علاج مشكلة الغضب إن وقعت وها نحن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء في هذا اللقاء الجديد لنستكمل بقية هذه الوسائل التي حثنا عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته لنهذب من الغضب الذي يعتري الإنسان تعالوا نقول يا إخواني يا أحبابي بعدما تصلى على الحبيث صلى الله عليه وسلم أن من وسائل تهذيب الغضب تغيير الوضع بالجلوس أو للطجاع تغيير الوضع بالجلوس أو للطجاع وعرجنا على ذلك سريعا في اللقاء الفايت وها نحن نتحدث إن شاء الله تعالى فيه بنوع من التفصيل روى الإمام أحمد وغيره كما عند أبي داود بن حبان وغيرهم جميعا روى أحمد وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع تبليس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس لأن طبيعة الإنسان القائم يا إخواني إذ قد تمتد بالضرب والقدم قد تركل الإنسان الذي أمامه وقد يمسك شيء من العصى أو يضرب بحديدة أو بشيء من الخشبة أو يرمي شيء من الحجارة أو يستطيع أن يمسك بالخصم الذي أمامه ولذلك حين كن الإنسان قريب من الأرض تكون الحركة قليلة وحين كن قائما تكون الحركة أسرع ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع شوف الإمام الحفظي من رجع بالحنبالي رحمه الله تعالى بيقول في جامل أم الحكم وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائمة متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمتجع أبعد عنه أبعد عنه فأمره بالتباعدي عن حالة الانتقام ويشهد لذلك أنه روي من حديث سيناري بن سعد عن أنس عن النصر سلام ومن حديث الحسن مرسال عن النبي وإن كان الحديث ضعيف قال الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد خاصة عند إرادة التشفي والانتقام ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدو أنه الغضب والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعتدي على الآخرين لا بأذى سواء كان ذلك باليد أو كان ذلك باللسان أو بأي فعل إذا غضب أحدكم أي ظهر أثر غضبه على أحد وهو قائم فليجلس لأن المعالجة بالأضاد والقوة الغضبية الناشئة من الوسوسة الشيطانية تقتضي الخفة والتعلية التي من خوص النار والقيام لأجل الانتقام فمخالفته بالقلوس المشير إلى القعود عن الفتنة نافعة جدا يا الله فإن ذهب عنه الغضب أي أثر حرارته وقوة مرارته بالقلوس فبها ونعمة وإلا أي وإن لم يذهب عنه الغضب أي وإن لم يذهب عنه الغضب فليتجع مبالغة في المعالجة المذكورة مع ما فيه من الإشارة إلى رجوع الإسناد إلى مأخذه من التوبة المناسبة للتواضع في مقابلة عمل الشيطان بمقتضى جبليته من الشعلة النارية المقتضية للتكبر وكل شيء يرجع إلى أصل خلاصة الكلام الفئيتي إذا غضب أحدكم أي إذا ظهر على الإنسان أثر الغضب وهو قائم متهيئ للبرش وللانتقام تب يعمل إيه؟ فليجلس منت وإنت قائم بيزداد الغضب وإن جلست وأنت قريب من الأرض يبقى أنت كذلك تبتعد عن الفتنة ويقل عندك الغضب فإن لم يكن فليتجع ولتجع بلا شك يا إخواني أكبر فائدة من الجلوس إن كان الإنسان قائم إذا تستطيع تضرب الإنسان الذي أمامه أو يعتدي وإن كان جالسا بيقل وإن كان متجعا تمكن من الأرض ورسق بها فبفضل الله عز جل يزول عنه الكثير جدا من الغضب في فيض القدير قال ابن العربي والغضب يهيج الأعضاء اللسان أولا ودواؤه السكوت والجوارح زي الإيد أو القدم بالاستطالة ودواؤه للتجاع وهذا إن لم يكن الغضب لله وإلا فهو من الدين وقوة النفس في الحق فبالغضب قوتل الكفار وأقيمت الحدود وذهبت الرحمة عن أعداء الله من القلود وذلك يوجب أن يكون القلب عاقدا والبدن عاملا بمقتضى الشراء وقال الغزالي في الإحياء اجلس إن كنت قائما واتجع إن كنت جالسا وقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس وللتجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة جسمك لما بيسخن باو والدم بينشط وسبب الحرارة الحركة طول من تقائم ومتهيئ تكون الحركة عندك شريدة وسريعة فهذا يؤدي إلى شدة الحرارة وشدة قوة الانتقام التي بداخل الإنسان قال الخطابي قال القائم متهيئ للحركة والبطش والقائم دونه في هذا المعنى والمتجع ممنوع منهما فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالقعود والالتجاع لألا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد والله أعلم هنا وصية غارية جدا وهي مخوذة من الرواية السابقة وفيها إرشاد وتوجيه ودرس عملي للآباء والأمهات والمعلمين والدعاة وللأزواج والزوجات بعض المعلمين المدرسين الأساتذة في المدرسة الطلاب أعظم في الفصل عملين شوية حركات والأولاد عندهم فانتحركة ومجموعة مع بعض ثلاثة أربعة عملين شئة وشوي فالمدرس يقول آف يا ولد يقول رفع إليك فوق أو قد يمسك بالعصى ويضرب الولد وهذا وقد يزيد على ذلك بتوبيخه أمام زبلائه خاصة إن كان في سن مراهقة ولربما أدى ذلك إلى حدة الغضب وشدته عند ذلك الفتى أو عند هذا مراهق وقد يتصرف تصرفات تخرج عن يد هذا المعلم فلذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعاقب فلا تعاقب والإنسان في حال قيام لأنه متهيء للبطش كلمة سخرية ترياء دم زميل وفي سن مراهقة وفي هذه المراهقة إثبات الذات وإن أنا عند راجل حدش يقول لي مثل هذا كلام وهيتنه مع حضرتك وقول لك كلام يؤذيك فأنت كمدرس ينبغي أن تتفطن لمثل هذا فإذا ما فعل هدف الدسك الأول وأععد ثم اجعل بينك وبينه حوار لغة تواصل لا أقول لك ضرب كذلك الآباء عندما يواجهون من الأبناء ما يغضبهم هذا رسالة لي ولأخواني ولأحبابي ولمن يسمعوني بلا شك يصدر من أولادنا ما يغضبنا فينبغي لنا أن نتمثل لهدي النبي جعلنا وإياكم من المتمثلين به فإذا غضب الولد أو فعل ما يؤذيك فلا تؤدي بولد في حال قيام اجلس يا ابني وأجلس الولد أمامك وتناقش معه وتودت وإن ربطت على كتفه ومسحت على ظهري وقبلت رأسه وقلت يا بني إني أحبك ولكن لا يعجبني سلوكياتك إني أحبك لأن فيك من الصفات الحسن السلوكيات الطيبة 1-2-3-4-5 إلا أنني لا يعجبك 1-2-3 كمسي هذا ياتي بالنتيجة مع الولد وإن كان الوقت مؤقت وبعد ذلك قدم النصيحة بطريقة أخرى قد يكون ذلك بالهدية قد يكون بفسحة قد يكون بالخروج قد يكون بالضحك مع الولد قد يكون باللعب إلى غير ذلك قلصة القول أنني أريد أن أقول في هذه النقطة وبرضو فارسالة للزوجات بعض الزوجات يتسرعن في طلب احتياجات المنزل من الزوج حال عودته متعبا من العمل دون مراعاة لحاله أو للزمان أو للمكان مما قد يتسبب في وقوع الشجار بينهما والزوجة اللبيبة كما تراعي الزمن المناسب تراعي كذلك الراحة البدنية والجسمانية والنفسية لزوجها قال أني مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآبة علينا يعني كان بيختار التوقيت تتكلم فيه فالزوجة عليها أمرين أمر الأول راعي الزمن التوقيت تتكلم فيه ثم الآخر يعني مجلش تتكلمه أجي ينام وعنده عمل الصبح ويدعاكنين عليه وعلي خليفوه الله يصطرك إنما ينبغي نكد إنت خلي نكد لبكرة اخترى توقيتك الدماغه ليه في شوية وديك كلمة معاه وراعي مع ذلك الحالة الجسمانية والحالة النفسية يبقى الزمن حالة نفسية الحالة الجسمانية الثلاثة مع بعض تصري إلى ما تريد تقول الدكتورة سكينة منت أحمد الهاشمي وهنا إشارة علمية النبوية غاية في الدقة إذ أن الدم إذا ترك في حال تغيير وضع الجسم فيؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وبالتالي إلى تخفيف الغضب قال القاضي ويستحب لمن غضب إن كان قائماً أن يجلس وإن كان غالساً أن يتجع فمن ملكه الغضب وهو واقف فليجلس على الأرض وإذا كان منبطحاً فلينهض وقال إذا غضب الرجل فليستلقي وإذا أعيا فليرفع الرجلي أغمى عليه يعني وحصل له الحاجات دي هو نصحة قوله في هذه النقطة حب نؤدب لا نؤدب والإنسان قائم إنما فليجلس من أجل أن يذهب عنه الغضب خاصةً للمعلمين اللي يتعاملوا مع تلاميذ في المدارس اتداء إعداد ثلوي أي حتى في الجمعة لأن الإنسان قائم وتهيئ للبطر وقد تغرق منه كلمات أيها المعلم قد تسمع من هذا الشاب كلمات تؤذيك وهو في سن مراهقة وهو تتعامل على أنه طفل صغير هو مشرف صغير وطالما أنه بلغ صار شاباً فالشباب من البلوغ إلى ثلاثين سنة هذه مرحلة الشباب فينبغي أن نعامل على أنه رجل بلغة الحوار ولغة التواصل وإياك وفعل الأمر أو طلب الأمر منه دون تبيين ما المرد من هذا لا تفعل ليه افعل ليه حتى ابنك بيسألك يا ابني صلي ليه يا أبا صلي عشان ربنا يدخلنا الجنة وإيه كمان وعشان نرزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم وإيه كمان لأن ربنا خلقنا مسلمين وأمرنا بالصلاة وإيه كمان لأن صلاة تطل البدن وإيه كمان لأن النبي كان بيحب الصلاة قول لي ابنك ليه قول ليه عشان يعرف مش ألم وتحركة افعل ولا تفعل وخلصنا ادي ولا الدغة من الحوار والنقاش بينك وبينه طيب من طرق العلاج التصاق الإنسان الغضب بالأرض هي رواية ضعيفة رؤية من الحديث أبي سعيد ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليلسق خده بالأرض وفي رواية فليلسق بالأرض الإمام الغزالي قال كلام جميل أو حول الرواية دي وإيكاً ضعيفة وكأن هذا إشارة إلى السجود شوف الكلام اللي جيدة وتمكيني أعز الأعضاء من أذل المواضع أعز الأعضاء إيه؟ الجبهة والوجه ده مش أعز الأعضاء وتمكيني أعز الأعضاء من أذل المواضع التراب لتستشعر به النفس الذل وتزايل به العزة والزه الذي هو سبب الغضب ولعل المقصوب بالالتساق هنا بقاء الغضب في مكانه وعدم الحركة كما في رواية فليلسق بالأرض ونلاحظ في الحديث لو لم من ألوان العلاج لثورة الغضب وصفه النفس ألا هو لسوق بالأرض والغرض من تجميد كل حركة يمكن أن ينجم عنها آثار غضبية مادي كذلك من العلاج علاج الغضب بالوضوء علاج الغضب بالوضوء ورواية التي ذكرت كذلك في الوضوء مع علاج الغضب كذلك رواية ضايفة رواية رواية عن رسول طبية لها أثرها البالغ في تهدئة الجهاز العصبي الله أكبر فالغضب من طاعة لله فتحول إحساسه إلى الأمن والرضا فينبذ الغضب وهذا من كبريات نعم الإسلام وقد ثبت علميا سخولة الجلد بتأثير الغضب وهذا التأثير ينحسر جدا مع الوضوء لما يحدثه من ترطيب سطح الجلد بالماء وقد لاحظ العلماء أن الإنسان إذا اغتسر بالماء أو توضع زال عنه الغضب والانفعال والعلم يفسر ذلك بأن رذاز الماء المتناثر في الهواء أثناء الوضوء يولد الوضوء منه أيونات سالمة الشحنة لها قدرة كهرومغناطيسية كهرومغناطيسية تسبب الإنسان استرخاءا نفسيا كاملا فيزول منه الغضب تماما والقيام بالوضوء يشمل أكثر من معنى واحد لما تتوضى ماء وانت غبا إيه اللي يحصل؟ واحد الخروج من موقف الغضب تحولت من الانفعال إلى أمر آخر يهدئ من الغضب اتنين تغيير هيئة الجسم من الحرارة الشديدة إلى البرودة ثلاثة الحصول على وقت بعيدا عن موقف الغضب يسمح بإعادة التفكير في الموقف ككل لعل كنت بتتوضع والماء بدأ يعني يهدئ منك ومن غضبك كأنك تفكر في الموقف الذي حدث تفكيرا أعمق وأفضل وأحسن أربعة التعامل مع الماء يخفف الأعراض الظاهرية للغضب بخفض حرارة الجسم خاصة الوجه خمسة الوضوء في حد ذاته عبادة تطهر النفس ستة هناك ارتباط شرطي بين الوضوء والسكينة الله سبعة في حركات الوضوء لمس وتدليك للجوارح ومسح للرأس وهذا يعطي الشعور بإعادة امتلاك الجوارح والتحكم فيها والسيطرة عليها مما يخفف من حدة غضب الغبان وربما يزيله تماما ثمانية في الذهاب للوضوء إعلان غير مباشر عن الغضب يا زوجة لسمعني يا زوجة لسمعاني يا أب لا يسمعني يا أمي لسمعاني يا عمي يا خالي يا حبيبي سيد ما يحصل لك كده التوضى وكأنك تعطي إشارة إنساني الذي أمامك أنني أتوضى لأنني كنت في حالة من الغضب فكأنك تشير إلي أن ابتعد عني الآن ولا يكن بيني وبينك حوار مباشر إلا عند الهدوء صلى الله عليه وآله وسلم في الذهاب للوضوء إعلان غير مباشر عن غضبي وهذا ربما يجعل من أغضبني يتوقف عن إغضابي أو على الأقل يخفف من غلوائه ثمان فوائد حين تتبضأ ساعة الغضب كذلك من علاج الغضب استحضار الأجر العظيم لكذم الغير يا رب اجعلنا منهم يا رب فمن استحضر الثواب الكبير والأجر العظيم الذي أعده الله عز وإلا لمن كتم غيظه وغضبه كان سببا في ترك الغضب والانتقام للذات وعندنا أدلة على ذلك وحين لا علم جملة من الفضاء يا إخوالي لمن ترك الغضب لله عز ودل لعل هذا هذا يخفف من غلواء الغضب عند العباد ومن ذلك الظفر بمحبة الله عز ودل والفوز بما عنده يا سلام قال الله عز ودل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله أكبر وبلا شكل أنه مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين سؤل النبي عن الإسلام في حديث جبريل كما في حديث أمير المؤمنة بحفظ عمر بن خطاب لما قال بينما نحن جلوس عند رسوله صلى الله عليه وسلم استلع علينا رجل شهيد غياضي الثياب شهيد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى صلى فأسند رجبتي إلى رجبتي ووضع كفي على فغذي وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام ثم قال أخبرنا عن الإيمان ثم قال أخبرنا عن الإحسان ثم قال أخبرنا عن الساعة ثم قال عن أمارتها فالإحسان يا إخواني أعلى مراتب الدين وذلك قال الله عز ودل في الآية والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله أكبر فهنا تظفر بمحبة الله عز ودل وتفز بما عند الله تعالى إن كظمت هذا الغيظ لله تعالى قال الحفظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير ابن كثير أي إذا ثر بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليه طيب كذلك ترك الغضب اعرف دي سبب لدخول الجنة الله أكبر الحديث صحيح رأيه التبراني في الأوسط وفي مستر الشاميين وصحيح للحافظ المدير في الترغيب والترهيب وكذا الشيخ الألماني في صحيح الترغيب شوف سيدنا النبي قال إيه في حديث أبي الدرداء رجل الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة قال لي لا تغضب ولك الجنة اللهم اجعلنا من أهلها اللهم اجعلنا من أهلها كذلك المباهة على رؤوس الخلائق حين تعفوا عن إخوانك المباهات على رؤوس الخلائق ففي حديث معاذ ابن أنس عن معاذ ابن أنس رجل الله عنه النساء صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء حتى يخيره من الحور العين ما شاء ما فيش حصر اللي انت عاوزه من الحور العين وهذا إما يلطف قلب الإنسان ويشرح قلب الإنسان ويهدئ من غلواء الغضب ومن صرف الغضب عن قلب بني آن كذلك اعرف بأنك حين تعفو ولا تستطر بغضبك على الخلق تنجو من غضب الله عز وجل ونحن نثرة الإمام أحمد في مسنده صاحب الشيخ الأرنقوت وابن حبان كذلك على عبد الله بن عامل رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله إن ربنا أغضب علي قال لا تغضب فالجزاء من جنس العمل ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنى مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وكان أبو الضرداء يقول أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله يا الله أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله أقول لكل إنسان مدلس كل إنسان غشاش كل إنسان كذاب كل إنسان ظلم أخوه احذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله ليس إلى الأخ النهاردة يا والله تقولوا احذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله فقد يقول مش معك حدث لا معك وسطات ولا معك شفاعات ليس لك إلا الله وكفى بالله وكيلة وكفى بالله حسيبة فذكرته بهذه الكلمة بقول كل إنسان بيسمعني إذا كان أحد إخوالك يعني له عندك مظلمة ولو ستفتديها بنفسك افعل يوم القيامة يوم القيامة الحسنات والسيئات فريت حسناتك فريت حسناتك لما خد منها ستأخذ أنت من سيئاته ثم تطرح بها في النار يا الله كان أبو الددار رضي الله عنه يقول أكرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب واحذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله كذم الغيظ من أفضل الأعمال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ما من جرعات أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله والحدث رأوه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح من علاق الغضب العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقد رأى البخاري في صحيح الحديث بهريرة أن رجلا قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب في مستنى إمام أحمد بإساني صحيح عن الأحرف ابن قيس عن عم يقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقل علي لعلي أعقله فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب وأغرج أحمد في مستنى بإساني صحيح عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل أوصني قال لا تغضب فقال رجل ففكرت حين قال أن الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله ما قلنا كلامنا في اللقاء فائت الغضب يجمع الشر كله ليه دا أنت بتترفض أمراض اللسان تدى تتكلم بقى بالكذب والبهتال والزور وتسب وتلعن ودفحش ودب وأمراض القلوب الحقد والغل والحسن والضغينة ويكفي ما يحدث للنسان الغضبان سحلقة العلم وانتفاق الأوداج وتصبب العرق وزيارة ضربات القلب وانسا قد يفقد البصر فكأ من غير أسباب يظر ذلك ساب الغضب الدفين إلى غير ذلك ما ذكرناه في الحلقات الفائل يقول الدعوشب الحنبلي رحمه الله تعالى فهذا رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصي وصية وجيزة جامعة لقصال الخير وقد أوتي النبي يا إخواني جوابع الكلم كلمات يسر جدا ولكنها تحمل في طرياتها معاني كبيرة يعني هذا كتاب كتابي الغضب الموت البطيء تقريبا في سبع مئة صفحة على ما أذكر ستمائة وخمسين صفحة كل يدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لما كنت بأعمل هذا المحس بأقول حديث لا تغضب دعمله في عشرين صفحة قلة علمي وجهلي فلما بحثت في كتب أهل العلم وصلت في نهاية المطاف إلى النري كتبته هذا كتاب ست مئة وخمسين صفحة فلعاوز أقول لي يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم شو ابن راجع بقول لي فهذا الرجل طلب من النبي أن يصيه أن يصيه وصية وجيزة جامعة لخصان الخير وصية وجيزة جامعة وجيزة كلمة قليلة جدا جامعة لخصان الخير ليحفظها عنه خشة أن لا يحفظها لكثرتها فوصاه النبي أن لا يغضب ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا والنساء صلى الله عليه يردد عليه هذا الجواب فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر كله الله أكبر ويقول فقوله صاصلا لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمري أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي تجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصف والعفو وكثم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتدر غضب إذا حصل لك بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له ولهذا المعنى قال الله ولما سكت عن موسى الغضب فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك إن دفع عنه شر الغضب وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن في قول الله وإذا ما غضبوا هم يغفرون وبقوله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلى الله عليه وآله 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 كذلك يا إخواني من علاج الغضب كنا العفو عن الناس والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا في الكلمات الماضية كذلك من علاج الغضب علاج الغضب بطرق المكان بطرق المكان ينفع في بعض المواقف التي تؤثر غضب الإنسان أن يترك المكان ذات المشاعر واسكن الغضب وتعود النفس إلى طبيعتها من الهدوء والسكينة والوقار خاصة إذا كان خلاف قائم في بيت الزوجي بقول لي الزوجة لما زوجك يغضب ودونا شاطط معاه وقاعد يدور على مفاتيح الشقة وجمع الجزمة من هنا والمنطلوب من هنا والأمص من هنا ما تعملش فيها شمشون الجبار وتوفي بأيديك وقدامي لوياته ما انتش طالع من الباب لما اتطلقني لو قال لك انت طالع كسرتي وانتهت القصة وغيرك ثلاث نساء تانين وهيبيعك مع أول وتو بيس هيئة عشان كنا بقول لي حضرتك هو غضب؟ أي نعم واثار نعم بضول على الجزمة وعا المفاتيح وعا الفلوس وعا الشنطة وعا البتاع سيبيع من اللي عاوز يعمل وياخد بعضه ويقفل الباب واخره اتركيه ولكن تقول له ما انتش طالع لما اتطلق قال لك روح يا شوش انت طالع وعا دين كنانك جمعونين جمعون السنة والحديث ده رأيبان بخاري في صعيحي من الحديث السالي بن سعد بن ساعدي وفيه ان سيدنا نصعه سلم جاء الى بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت فقال اين ابن عمكي فقال كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي ما قداش وقت القيلولة في البيت خب بعضه وخرج خب بعضه ايه وخرج يا بنتي خروج زوجك ساعة الغضب ده بيدول على انه موفق وعلى انه حاجب في التصرفات ما تقوليش بيهرب من الموقف هذه خيابة لانه مش كل موقف بيهرب منك ولكن ده موقف استدعى لما استحكم به الغضب وخاف انه يصل الى درجة من الانفجار او يصل الامر به الى الطلاق فالأولى من ذلك ان انا اوثر السلامة واخرج من البيت وده عمله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اتربى في بيت النبي وزوجه بنته فاطمة رضي الله عنها وارضاه وعلي رضي الله عنه اوتي الحكمة اين تعلم لمشكات النبوة هيعلم فين يعني زوجته ما قلتش لو والله من تطالع من البيت ولا مثل هذا الكلام انما تركته ولكن لما تغضب وتخرج من البيت هوصيك وصيتين الوصية الاولى يا حماده اوعى تروح عندي ماما ووعى تروح عندي بابا ووعى تروح عندي اخوتك البنات لان اخوتك البنات رويتر ما تقولوش لماما عشان ما تزعلش والسكنة لا يرتفع علي حاضر وحاضرتك تنزب العسلم من هنا يتصرب ماما خلي مالك ابنك حصل بينه وبين مراته واحد اتنين تراتة اربعة خمسة حماده اوعى تروح لماما وبابا ولا تروح لاخوتك ساعة الغضب لان الحجة لو حريفة وكبرت السن وانت اتخريتها مع مراتك بعد الجمعة وقلت جايب الفطار وبعد اما فطرتش وعملت خناءة ورزعت الباب وخرجت وروحت عند امك حماده حضلك الفطار يلا اما ده انا ميت مجوع تقول لك الله يخرب بيت انت ما فيش عندك مسؤون في البيت ده هات جوزها سهودة وما جوزناها انا قلت لك يا ابن البيت ده ما قلتش نافع ولا وانت ما سمعتش الكلام يا محتك المال يا ابن حميدة اه واي كلام بقى يا عبد السلام ماشي يا عم وبعدان الحجة بقى لو هي ما شاء الله عليها بقى بتعمل بوهارات كده والدولة زي الفل وانت ما شاء الله اكلته وجدت ساعت كده لا تقول لك حماده طبه أقول لك على حاجة بالله عليك بالله عليك بالله عليك قل لي على الموضوع وانا مش هزعل يا حجة خلاص لا 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 قل لي على الموضوع يا ابن منساسه وراسه وانا صدقني والله ما هزعل ولا فيه اي حجة خالص يا ماما مش هتزعل يا ابن يا ابن انت عن عمر زعلت ما تقول لست ده يا ماما في وقت الغضب لما كنتما أدخلها يا أموراتي قالت الروح هذا شاك لعمك شكلومك الحاجة قلبت الدنيا وقالت له يطلعها كوم ينتبني في كومت يا كده يا كده يطلع حاجة من الاتنين يطلع أنت لابني ولا عرفك إما اطلع مراتك ليه؟ ما عندهش حجمة في التصرف عشان كده بقول لك اوعى تنسعة الغضب للبيت ماما ولا بابا ولا تيتا ولا تيزة ولا حد في جامعة دخل وحاجة تانا كمان يا عم عدنان الله يصترك أنت وحبيبك وأحبابنا كلهم اوعى 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 سيد ما يسأل عنده غضب تقابل الودميز والعمل حلقة دي مش عارف شكلها ايه وتقول له قابلنا على القهوة او قابلنا في الكافية فيتقابلوا مع بعض قولوا ما لك يا ابني معاكن ده حنا ابني تطلب منشرب وشمامين ومزاجنة زي الفل والدواغ متحمرة يقول له يا ابني والله العظيم ده نمعه ولاني كدية مش عيش الشبح ونوم الجواز يقول له يا ابنك سلها ضلع يطلع لها كم ضلع يا شيخ محمود 24 ضلع لما صلى على النبي فياخد بقى حمادة يسخن بقى واشرب له شوية مشروبات طاقة الوهمية تقع الشباب دول واطلع بقى البيت يعني الفش حات مبروك بقى وماشي بقى كده ايه في الطرق عامل فرغة ضنفر ومراته تقابلوا مع انها لسه بسلها الظهر وهدت بمصولي ليه يا عملها بسة ولا عملت يوم نزحها ألمين تدري شلتين تقوم المعركة يصل في طلع اوه عشان كده بقول له حضرتك سيدنا علينا بيطلب رجال الله عنه وارضاه لما حب يعالج الغضب بطرك المكان طرك المكان بس راح فين المسجد الله اكبر نلاشد وزارة الاوقاف افتحوا الابواب للمساجد يا جماعة عشان الناس الغبانة تيجي المساجد تصلى الله يصطر فبالأولى جماعة اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا سابق اللي ما يفتدع الله ازاك الله خير الشيء وحب الله يهديك يا يوسف يا ابن آمين يا رب فبالأولى يا جماعة ان سيدنا علينا بيطلب رجال الله عنه وارضاه لما خرج من البيت ما رحش لحد خالص الا المسجد ازاك الناس صلى الله عليه وسلم لما قولي السلامة فاطمة اين ابن عمك قالت لقد كان بيني وبينه شايف غضبني في غارج فلم يقل عندي الناس صلى الله قال لانسان لانسان من الانسان ده واحد من الصحابة قال فانظر اين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد حما ريح له يا الله هو في المسجد راقد حما لو سيدنا النبي ريح له المسجد عشان يصالحه فجاء النس صلى الله عليه وسلم وهو متجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب يا الله نرحز في الرواية دي إن السيدنا علينا أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد تصرف بالحكمة والله تعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ستة عشانا نؤمن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لما اشتد خلاف وزاد النزاع ترك مكان الغضب لتهدأ نفسه ويسكن غضبه والأشد أهمية من هذا أنه ترك بيته إلى بيت الله عز وجل فهو الملاذ بل هو الأم بل هو الأمان بل هو الهزاي قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مساجد ما بتطلعش إلهبيين مساجد بتطلع إيه؟ مهتدين زيبا ربنا عز وجل قال في القرآن فينبغي الحرص على ترك مكان الغضب إن استدعى الموقف ذلك لتهدأ ثورة الإنسان الغضب اشتعلت الدولة بينك وبين زوجتك وزوجتك نفسها راح وضعت الجران يتلمم جات واحدة من الجران هي وزوجها فزوجها قال لك أنهاعود معاك وزوجته قالت أنا أخذها تقعد معايا جوة شوي يتربس دماغه وعلاك كذا كذا بالتلاتة ما تطلع من البيت ولا تبقي طالب يا عم رحمنا شوية شغل مخك شوية كبر مخك شوية بوس دماغك ودماغ أبوك الله يكرمك كبر دماغك شوية حل ثورة وحل غضب تسقط منك جي لها ورد مفاجئ جي لها السكر الضغط أي مشكلة جبيرة حصل لها تعباني آخر تعب اتركها الجران قال لنا أخذها عندنا شوية خلاص الرجل أهيد معاك وهي قاعدة مع زوجة جوه مع الأخت الطيبة دي مش هتسخن عليك ما تهله من دس طيبين مش هيخطر الجيرة برضه تدد دي 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 تهدأ وكلمتاني حلوين كنا ودي دي ترجع تاني مشاكنا بقولي يا إخواننا أن الله صلى الله عليه وسلم علمنا كنا تعلمنا كذاك من الصحابة سأبرنا علينا بيطلب رضي الله عنه وأرضاه إن لما يحصل مسألة الغضب دي اللي احنا نعمله في بعض المأخب قد يحتاج الإنسان إلا يترك المكان مهدومي يعني حاضر يعني خلاصة القول نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله عايزيني أقول لجماعة إن ليست لمشكلة في وقوع المشكلة إنما المشكلة كيف نتعامل مع المشكلة إن وقعت ناس عجيبة جدا في التعامل مع المشكلات دايما نقول للناس نفسي أما يبقى في مشكلة بين واحد وبين واحدة بين أخ وبين أخو بين زوج وزوجة بين أب وأم أي حاجة نقعد ونتكلم ايه ادونا هاسط ايه يا عمي يا عمي ويس دماغك يا عمي الصوت العالي ليش نتيجة والله ولا بقرف يوصل معلومة اللي عندك والكلام مأطوع في كلام سابق وكلام لاحق ويوفم الكلام غالط وسوق ظن وشكل في الآخر اللي قدامك اترك فرصة نتلاقش ونتكلم يا عمي الصوت العالي ده من الصوت البنقات مين والله وإله ربنا عز وجل ما كانش يقال إن أنكر الأصوات يا صوت الحمير خلي في لغة حوار ولغة تواصل حتى ولادك يتعلمه كده تعال يا يوسف أتكلم معاك تعال يا هاجر تعال يا جواري يا محمد يا مريم يا إسماعيل يا إبراهيم يا يوسف يا عذر نتكلمة حبيبي في كذا 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 ممكن نعمل إيه طب إنت عملتي ده ليه طب إنت أسويه ده ليه طب إيه اللي حصل طب إيه اللي راح نتكلم ونتناقش وهذا أفضل وهذا أحسن مشكلة يا يوسف ده أفضل وأحسن وأطيب ورصت القول أقول لكل زوج وزوجة يا جماعة المشكلات في بيوتنا ستقع فيش كلام إنه وقعت في بيوته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت سيدنا النبي نفسها زي مشكلات الغيرة ومشكلات الشك ومشكلات الأموال وكلام كبير سيأتينا في اللقاءة القادمة إن شاء الله وتعالي ومع ذلك كيف تعامل الناس معها يتعاملوا على أنها مشكلة حقيقية ولكن كيف نتعامل معها لحل المشكلة ونعرف أسبابها وأعراضها ونحللها ونشوف المواقف اللي فيها ورضع مجموعة من الحلول ونشوف الحل الأمثل والحل الأفضل عشان كنا بنقول إحنا ما زلنا من نتحدث عن العلاج لأكبر مشكلة أو لمشكلة كبيرة جدا من مشكلات الأسرة أو له هي مشكلة الغضب سواء ما بين الزوجين أو أفراد الأسرة أسأل الله عز وجل أن يعيدنا على الخير وأن نستكمل إن شاء الله وتعالى في اللقاءات القادمة القدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء الحديث عن قضية الغضب وكيف عالجها الإسلام أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل وتقوىه كما قال سعد رجل الله عنه أن يطاع ربنا فلا يعصى وأن يذكر ربنا فلا ينسى وأن يشكل ربنا على نعمه فلا يكفر ثم أوصيكم نفسي بكثرة الصلاة والسلام فلقد أبنا بذلك وقال الله تعالى إن الله ملائكته وصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اغتسر وسل الجمعة أيها الرجل الحبيب ثم استخدسرني الفطرة ضع أفضل ما عندك من طيب أجمل ما عندك من ثياب وزم إلى صلاة الجمعة وبكرا اقرأ صورة الكافي موقوفا على الصحابة لا يصح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تنسى الدعاء لنفسك والإخوانك بخيري الدنيا والآخرة وأن تدعو لبلدنا مصر أن يجري من الله عز وجل الفطر الخصدر في الأيام القادمة وأن يجمع الله عز وجل شمل الأمة على الكتاب والسنة ثم أوصي نفسي وإخواني بهذه الساعة المباركة بعد صلاة العصر من اليوم الجمعة فلا تنسوا الدعاية إخواني في هذه الساعة وأسعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير إخواني أنا أسألوا على دوراتي أنا لا أعطي دورات بمقابل مدي إلا إذا كان في أندية أما الدورات التي أعقدها في المساجد أو في الجمعيات فالدورات موجودة عندي ثلاث دورات في الأسبوع دورة في مسجد الشيخ محمد يحيى دورة في مسجد علي بن أبي طالب في حديل أبا يوم السبت بين المغرب والعشاء كذلك الأحد مسجد الشيخ محمد يحيى في شبراء بعد العشاء كذلك يوم الثلاثاء في دار السلام بعد صراك العشاء والعز وجل في التفاصيل يدخل على الصفحة الرسمية لعبد الرحمن منصور الصفحة الرسمية لعبد الرحمن منصور يرى علي إعنالك إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله صلى الله أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة